من أشخاص معينة في الفيديو بعد شويةهم يسهوه بحاجة إلى النوم نحن نستخدم هذه الحيالة أحيانا مع كثير من الأشخاص ولفتها معينة بنظرة معينة تؤحي للآخر بأنه أنت لست على ما يرام وهكذا نمارس هذه اللعبات أحيانا لما كنا طلابا في الجامعة لكن التنويم الإيحائي كعملية علمية ممنهجة مخطط لها لها هدف مؤين لا يجده إلا متخصص في التنويم الإيحائي خضع لدراسة علمية وتدريب وبدأ مراحله الأولى تحت إشرف متخصص حقيقة حتى أبرئ ذبتي لأن هناك الشاقة من معاق بصوته غنى ونحن نعرف وباليمن ما شاء الله الأمر الثاني التخاطر عملية التخاطر هي انتقال فكرة من ذهن شخص إلى ذهن شخص آخر أينما كان سواء كان في أينك أو في الصين أو بجوارك دون وصائط حسية ودون استدلال أي بمعنى ليس لي الحواس أي دخل فيها مطلقا لا الحواس الخمسة ولا الحواس السابع ولا الحواس الاثناش ثانيا أنه ينتقل كثكرة قد تحوي هذه الفكرة كلام قد تحوي منظر قد تحوي نغمة مؤينة وقد تحوي مشاعر إنما تنتقل وقد يكون الانتقال متبادل التخاطر ولعل في الخمسة دورات في تدريب التخاطر في صنعاء والبعض من الذين تدربوا معنا يمكن أن يكونوا يسمعوا هذه الحلقة ويؤكدون ذلك نعم التخاطر عملية ممكن إحداثها وممكن تدريب الناس عليها ويبدو أنه معظمنا لديه القابلية للتخاطر لكنها تختلف عن التنميم الإيحائي وتختلف عن الإيحاء بأنها فوق حسية لا تخطأ للحواس الخمس لكن لها قواعدها وليس صعبا كما يعتقد البعض أن ندرب عليها الناس وقد قمت أمل خمس دورات وهذه مشكلتي أنني أعشق هذه الألوم وأحاول أن أثير بها وطني وأبناء وطني لكنني في الحقيقة وأقولها بصراحة وتعبت وضيقت وأوذيت مع ذلك سأستمر نعم طيب معنا تتصال آخر دكتور محمد العريقي من صنعه تفضل محمد عبد الزهري العريقي نعم تفضل طيب دمتور عبد الحافظ في سؤالين يعني السؤال الأول ما هي الفترة الزمنية لكي نبدأ عملية التنويم المغمصيسي السؤال الثاني هل يمكن أن يكون نوع من العلاج النفسي التنوي مسيحي ما هي السؤال الأول فقط أي سؤال ما قبناش على نعم هل يدخل في النوم العميق السؤال للدكتور أحمد أي هو من الممكن طبعا هناك درجات للتنويم البعض من الباحثين والعلماء صنفها إلى سبع درجات البعض صنفها إلى خمس درجات والبعض صنفها إلى ثلاث ولكن الأشهر والأقرب لأنه ممكن قياسها هي الأربع درجات لكن ليس كل واحد مننا لديه القابلية للدخول إلى كل الدرجات البعض الدرجة الأولى البعض للرابعة البعض للثالثة حسب استعداده أصلا حكاية النوم العميق بما معناه هناك أشخاص بالفعل لديهم قابلية للدخول لدرجات أميقة لدرجة أنه تعمل لهم متحت إشرف طبي طبعا عمليات قد تكون في القلب ولا أستطيع أن أخفي فالدراسات هنا تكلمت بكل صراحة ومش في ذلك الفترة ولكن أيضا في كل الفترات يستطيع أي باحث أن يدخل إلى النت فيجد آلافا من الدراسات العلم ليس حكرا على الدكتور عبد الحافظ الخامري أو غيره ولكن كيف نستخدمه إذن من الممكن أن ينام أو يدخل الشخص إلى درجات أميقة ولكن لما أنا أدخل الشخص إلى الدرجة المناسبة حسب استعداده وحسب الهدف من الجلسة الذي هو في النهاية خدمة له بالنسبة لسؤال الأخ محمد محمد العريقي هو أخ عزيز يقول أنه هل يمكن أن يكون التنويم الإيحائي علاجا نفسيا نعم بل هو أشهر الإلاجات النفسية ومنذ القدم ومر أيضا تسلسل في كل تاريخ الإلاجات النفسية وهو الآن اليوم يحتل المكان البارز في مقدمة العلاجات النفسية الناجحة وليس فقط للأمراض أو للإضطرابات النفسية بل لبعض الإضطرابات النفسية والنفس قسمية والتحولية ولربما بعض الإضطرابات القسمية التي لها علاقة بالجانب النفسي أو نحتاجها وبالتالي يعتبر التنويم الإيحائي أشهر أنواع العلاج النفسي سيسألوني سائل ما دام هذا الأمر هكذا فلما لا يمتهنه الكثيرين أو الكثيرون يعني حقيقة أنا السؤال واضح وأنا أيضا أتساءل وقد تساءلته من قبل يعني عقود أو فترة لكن وجدت إنه موضوع أنك تمتهن التنويم الإيحائي يجب أن يكون لديك صبر أيوب وأمر نوح وما القارون وأيضا القدر على تحمل الأذى والإرادة والتصميم لبلوغ هدفك وأن تتوافر لديك خصائص المنوم الجيد والمتمرسات أي لأنه أنا لاحظت بعض الناس بدأ بالتنويم ثم أتركه وبعد ذلك قال هو ما ينفعش وكذا وكذا يقول الآلاب إذا لم يصلي العنب قال حامل خلي حامل نعم طيب دكتور معنا بقى يسؤال نعم نأخذ اتصال أم أيمن ثم نجيب على باقية الأسئلة أم أيمن الحديدة تفضلي السلام عليكم أم أيمن تفضلي معي ملحوظة كذا للدكتور أتمنى أنهم يطرحها على المشاهدين وهي مقربة شخصيا فعندنا هذون المشايخة اللي يستعملوا طريقة القراءة على الأشخاص اللي يوهموهم بأنهم مثلا عندهم جني أو عندهم ما من طريقة سلام الدكتور عن كيفية التنويم وكذا ولاحظوا أنهم يستخدموا نفس الطريقة اللي يتكلم عنها الدكتور ويعني يوثلهم بأنهم أمراض وكذا فمجرد أن يغمى عليهم أو كذا فعلى طول يفهمهم أنهم عندهم مس أو جني أو كذا ويبدأوا بيعطاءهم يعني علاقات ويدخلوا في متاهات أخرى وأشكركم جدا على البرنامج الجميل شكرا لك أيضا ونحن نشكرك على هذا السؤال الرائع الذي لا يسأله الكثير من الرجال حقيقة السؤال الرائع جدا وفي الحقيقة أن كل معالجة نفسية أو شبه نفسية تنطوي على الإيحاء بعيدا أن هناك إيحاء واضح وصريح وهدف وهناك إيحاء الهدف منه استخدام وسائل معينة لإيحام الشخص بأنه أنا أقبلك جين وأقبلك كذا وكذا وكذا وكل أولئك الذين يمارسون هذه العلاجات الشعبية إنما يمارسون إيحاء ولكن بطرائق مغلوطة بطرائق معظم طبعا هم تمرنوا وتمرسوا على الإيحاء أنا نتيجة لكلامي هذا يعني أسمع كثيرا من الكلام ويصلني وكثير من المحاربة لأخي لكن لن يثنيني ذلك عن قول الحق وأنا أعرف جيدا أنكم تمارسون الإيحاء بطرائق مغلوطة وتوحون للناس بأن لديهم جن وليس بجن ثم بعد أن يأكل المريض الطعم ويكون قد قبل التشخيص تحصل حاصل يتقبل الإلاج عندك جني سود بنعالقه بكبشة سود عندك كذا كذا وهذه مع الأسف لو أتيتم أهل العلم لأعلموكم وأكلتم النقمة بالحلال وهذه حقيقة ولستوا خائفين بين أي شخص وهم بالحقيقة يمارسون هذه ولا يجد جني يدخل وسط الإنسي وأنا مستعد أعمال 500 حلقة في هذه القناة وفي غيرها لشرح الحقائق للناس ولا يجوز أن نخب العلم والحقائق ومن كان لديه علم هذه الساحة فليأتي وللناظر وعلى الهواء مباشرة أمام الناس طيب نأخذ بصال آخر دكتور محمد علي من تعز تفضل